تعد المشاريع المتوسطة والصغيرة من العناصر الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني سواء في البلدان المتقدمة أو النامية وتلعب هذه المشاريع دورا أساسيا في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل القومي حيث تتجلى الأهمية الكبيرة لهذه المشاريع في عدة جوانب أبرزها القدرة على زيادة الانتاج وتخفيف البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وعليه فقد أولت العديد من البلدان المتطورة أهمية خاصة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وذلك من خلال مجموعة من السياسات والستراتيجيات المدروسة وعلى سبيل المثال تقدم الحكومة الأمريكية برامج دعم خاصة للمشاريع الناشئة من خلال قروض ميسرة ومنح وتسهيلات ضريبية كما يتم توفير التدريب والموارد للمؤسسات الصغيرة عبر إدارة الأعمال الصغيرة أما ألمانيا فتعد نموذجا متميزا في دعم الشركات المتوسطة القادرة على توظيف نسبة عالية من القوى العاملة من خلال نظامها الاقتصادي وإذا ما تم التعريج على اليابان فسنرى أنها تركز على الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم دعم مالي وبحثي لها مما يسهل دخول الشركات للأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية هذا وتلعب المشاريع المتوسطة والصغيرة دورا محوريا في تعزيز اقتصاد البلدان من خلال خلق نسبة كبيرة من فرص العمل فهي مصدر رئيسي لتوظيف غالبية القوى العاملة فيما تعمل على زيادة الانتاجية وتنويع الاقتصاد من خلال استحداث منتجات جديدة أو تحسين الخدمات وبالتالي فهي تسهم في زيادة الإرادات الحكومية من خلال الضرائب المفروضة عليها وهذا ما يعزز من قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية لبرنامج دينار زيد المصطف العراقية الإخبارية